كما أكد رئيس سيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر وشدد السيد الرئيس على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعرات وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير أليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير أليات وعوامل النجاح ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب